على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في معظم الأراضي السورية وبسط نظام بشار الأسد سيطرته على أكثر المناطق بدعم من روسيا وإيران إلا أن إيران لا تخطط للخروج من سوريا بعد تثبيت دعائم النظام مرة أخرى بل إنها تعمل على توسيع نطاق سيطرتها في سوريا بمعزل عن نظام الأسد نفسه في الآونة الأخيرة وبحسب مصادر في المعارضة السورية تكثف الميليشيات الإيرانية عمليات التجنيد للشباب السوريين في صفوفها مستغلة انشغال الروس بتطبيق اتفاقات التهدئة في مناطق الشمال السوري ومستعملة في ذلك طرقا شتى بدءا من الترغيب بالأموال إلى الترهيب بالقوة والإجبار آخر ما تكشف من مساعي إيرانية لتجنيد الشباب السوري في صفوف ميليشياتها أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ كشف أن عمليات تجنيد واستقطاب الشبان والرجال في مدينة حمص بات أكثر كثافة من السابق وتجري خلف ستار من جمعيات يقال إنها خيرية بينما هي تابعة لميليشيات حزب الله اللبنانية الموالية لإيران وبحسب المرصد فإن تلك الجمعيات تعمل على استقطاب الشبان وإغرائهم برواتب شهرية لتجنيدهم عسكريا لصالح الميليشيات الموالية لإيران ثم تسند إليهم مهمة حماية خط النفط التابع للإيرانيين والذي يمتد من العراق إلى حمص حيث يتجلى دورهم في حماية الخط النفطي من الحدود السورية العراقية حتى مدينة حمص ولا تتوقف عمليات التجنيد عند حمص بل تمتد لتشمل مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات ومناطق أخرى عديدة في الأراضي السورية لتؤكد تهران بذلك أنها ماضية في تنفيذ الممر الاستراتيجي من إيران حتى شواطئ البحر المتوسط مرورا بمناطق نفوذها في كل من العراق وسوريا ولبنان اشتركوا في القناة